تحت شعار من أجل حماية الحريات العامة والخاصة واحترام المؤسسات والدستور في تونس نظم تونسيون معارضون لإجراءات الرئيس قيس سعيد ندوة في باريس أكدوا خلالها أن الديمقراطية التونسية الناشئة يجب أن تعود إلى ما قبل الثورة ودعوا إلى ضرورة الدفاع عن الحريات واستمرار المسار الديمقراطي في تونس المطلوب اليوم هو ربما إعادة النظام الانتخابي الذهاب إلى انتخابات مبكرة إعادة تشكيل المشهد بشكل يسمح بأنه كل الحساسيات الموجودة تعبر عن رأيها وخاصة الأولوية الاقتصادية اليوم الترقيم السيادي لتونس انخفض إلى سي اي اي وان وهذا يعني مخيف ولا ينبئ بخير عدد من النواب الفرنسيين قالوا إنهم حضروا ندوة للإستماع لما يريده عدد من التونسيين وأشاروا خلال مشاركتهم إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التونسية ودستورها وحماية العدالة والديمقراطية حاليا هناك قلق لدى الكثير من التونسيين بشأن واقع الدولة والديمقراطية أنا حضرت لأستمع وأفهم وأقول مع أصدقاء التونسيين إن قيمة الديمقراطية وفصل السلطات وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق هي أولوية أساسية شق آخر من التونسيين في فرنسا لم يؤيدوا مثل هذه الندوات والانتقادات الموجهة للرئيس سعيد وأعربوا عن خشيتهم على مصير تونس من أي تدخل خارجي ومن أجندات لا تتلاءم مع قيم تونس وديمقراطيتها حسب قولهم عندما دخل هذا البرلمان في التلاعب بالمسلة الديمقراطية عند طريق وصول الدستور جمده الرئيس كان بإمكانه أن كما يقولون في فرنسا هنا بساجون فورس يحل البرلمان ولكن الرئيس اختار البقاء في الإطار الدستوري وجمد عمل البرلمان في تقدير شخصي هذا البرلمان سوف يقع حله بالطرق القانونية ناشطون يقيمون في تونس شاركوا في هذه الندوة أكدوا ضرورة تدافر جهود لبناء مستقبل أفضل لتونس موجهين انتقادات للسلطات السياسية والقضائية الحالية في بلادهم حسب المنظمين تندرج هذه الندوة ضمن تحركات عدة ينظمها تونسيون في فرنسا مع الاستعداد للتظاهر في الشارع تعبيرا عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي يصفها هؤلاء بأنها انقلاب على الدستور وشرعية توني شمي الحراء باريس